ضبطت قوات الدعم السريع كمية من الاسلحة الحديثة والاحزمة الناسفة القابلة للتفجير اوضح المقدم جد عبد الرحمن في تصريحات صحفية معلومة وردت لقوات الدعم السريع ان هناك عقارا في منطقة الطائف بالخرطوم به اسلحة والذخائر ومتفجرات وفورا تلقي المعلومات تحرك تيم من الدعم السريع وداهم المنزل ووجد فيه اسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية واحزي مناسفة وطبنجات كرنيت واجهزة ثرية ووسائل التصالات حديثة بجانب اجهزة خاصة للتفجير عن بعد